اشتركوا في القناة واخرى تحدث بشكل مفاجئ وغالبا ما تنجح الوزارة في التعامل معها وحوارنا التالي سيبحث جهود وزارة الصحة في الوقاية من الكوليرا وانتشارها في الدول المجاورة وكذلك زيارة أطباء من الخارج لمستشفيات الكويت وايضا استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد رجعنا لكم مشاهدين ونكمل فقرات حلقة كويت اليوم في فقرتنا اليوم سنركز على جهود مسؤولي وزارة الصحة وظيفنا وهو الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي والذي سنحاوره ونشوف معه أمور خاصة فيما يتعلق في الوزارة فش رايكم نشوف هذا التقرير البسيط وطبعا نحن نشوفنا هذا التقرير قبل شوي مشاهدين معاكم في البداية خرح بالدكتور نصبح عليك بالخير دكتور أحمد يا خلا وسلم سعيد أنك جدد اللقاء وكل عام أنتم بخير وانت بصحة وسلام وش رايك اليوم باستيديونا لا لا الستب عجيب خاصة الكراسي صراحة ما أخذ بعين الاعتبار الأرغونوميكس الحمد لله دكتور يعني يمكن إحنا سمعنا في الآونة الأخيرة وانتشر الكثير من الأمور بما يخص انتشار الكوليرا خصوصا في بعض الدول المجاورة احتياطات وزارة الصحة في هذا الخصوص واستعداداتكم لهذا بداية خلق قولنا ماكروب الكوليرا ضعيف جدا وما يخوف إلا في غياب البنى التحتية اليوم منظمة الصحة العالمية تكلم عن اكتشاف في الجزائر قبلها كان في اليمن وفي حديث عن دول المجاورة الأقرب لنا في هذا الموضوع مرات ما ينقل لكوليرا يسمونها تسممات قذائية أو أمراض في الجهاز الهضمي ناتجة عن المياه لكن في كل الأحوال نحن عندنا خبرة تراكمية كوزارة الصحة ما شاء الله عندنا بناء تحتية قوية جدا هذه البناء التحتية ممكن الوصول لأي موقع خلال عشر دقائق بالسيارة المستوصفات عندنا يصدر لها تعميم لرفع الاندكس افس اسبيشن اللي هو مؤشر الشك فكل حالة معاها سهالة سمح الله عندها تاريخ زيارة لبعض هذه الأماكن الموبوئة تستمر لأيام فبالتالي هذه لابد التعامل معاها على أساس أنها كوليرا لأن يثبت الأكس هذا ليس معناه أبدا أن نحن سجلنا أي حالة كوليرا لكن هذا من ضمن الإجراءات الاحترازية عندما نتكلم عن هذا الموضوع لا شك أن نأخذ فعل الاعتبار أن مثلا الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت منعت استيراد ما يسمى بالأغذية المشبوهة مثل السواء الخضار اللي غير مغسولة خنقول منتجات الألبان بعض المنتجات اللي فيها مبغيتي عصائر مبغيتي أتشار مبغيتي شغلات هذه كلها على بعضها حقيقة تمنع إلى أن يثبت العكس وهنا لا بد من الإشادة حقيقة بالتعاون الكبير اللي نحصله من إدارة الجمارك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء أو الصحة في المنافذ كلها حقيقة الجوية الجوية البحرية أو حتى البرية على حد سواء وهذه تأخذ في عين الاعتبار الآن لما نتكلم عن الأعراض لا شك أنه يبدأ بسهل سهل جدا لكن إذا وصل مرحلة الجفاف هذا اللي هو يعني يقرع نواقيس الخطر خاصة إذا كان هو مميز جدا ينصير مثل ما يلعيش لكن ما وصلنا لهذه المرحلة وعادة تفرق من شخص لآخر يعني الأشخاص اللي عندهم أصلا بنية هشة يعني صغار السن كبار السن المرأة الحامل اللي بعض اللي عندهم تلبكات بالمعدة وكذا هذه تأخذ في عين الاعتبار باختصار الكوليرا في الكويت ما يخوف رفع الاستعدادات ليس معنى أننا نتوقع أنه يكون موجود بيننا لكن في هذا الموسم كل عام نأخذه في عين الاعتبار خاصة في بعض المناطق المجاورة المياه النظيفة أصبحت الشرب أصبحت حسرة المجاري أصبحت غير فعالة الدورة نصح التعبير تنقية المياه أصبحت متوفرة في كل مكان فخوفك أنت من أنه هذه الأغذية تأخذ دورة ما يستخدم فيها مياه نظيفة لأننا نهتم بالصحة ويهمنا صحة المجتمع لأن طبيعة المرض قد تكون قابلة للانتشار فهذا يخلينا نشكر وصال الإعلام على راسها حقيقة مثل هذا اللقاء اللي يتيح المجال للتواصل الجمهور لرفع مستوى التوعية لتشارك مسؤولية المحافظة على الكويت خالية من أي أوبيئة قد تأتي بدون قصد بناء على زيارات أو جولات لا تأخذ في عين الاعتبار الأكل النظيف والمياه النظيفة دكتور عفوين هل يصنف هذا المرض كمرض خطير؟ لا هو لا يصنف كخطير لكن يصنف من الأمراض الواجب التبليغ عنها وبالتالي منظمة الصحة العالمية تصدر تعميماتها تقول مثلاً طلعت هذه يعني سجلت الحالة الفلانية فبالتالي يرتفع مستوى الوعي يعني مثلاً أنا أذكر في الذاكرة القصيرة لما صار زلزال هايتي لما تتدمر البنى التحتية يصير اللاجئين والناجئين مشكلتهم هذا لأنه لا يوجد مياه لا يوجد مصارف صحي ويصير عندك إسهال يؤدي إلى الجفاف لا يوجد أدوية أو سواءل تعويضية فتصير متوالية تؤدي إلى الوفيات وعندما يكون هناك وفيات بسبب الكوليرا معنى أن البنى التحتية انتهت ويمكن هذا يجعلنا نستشعر نعمة اللي نحن فيها لما نشرب ماء قلاس ماء نظيف على رواءة بارد في هذا الحر يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونتمنى الخير اللي حوالينا كلهم دين دكتور عفوين الآن احنا تكلمت ويمكن طمنت المشاهدين وطمننا نحن الحمد لله أن وزارة الصحة على علم في هذا الموضوع وعلى أتم استعداد في حالة أنه أصيب سواء مواطن أو مقيم لي مثل ما تفضلت لهذه الأعراض العلاج هل هو رح يكون علاج عن طريق مثل الكورسات مثلا أو هي مجرد حقنة أو هل يقدر الشخص مجرد ذهو الحين حاته أنه أنا والله ما أبي أقدر أروح مثلا أخذ لي إبرة وقائية مثلا أو علاج وقائي قبل الإصابة أو لا فظلوا لما تسجل الحالة في بعض الدول اللي البنى التحتية فيها مش ولا بد يعطى فاكسين أو لقاح ضد الكوليرا هذا اللقاح عبارة عن قطرات من خلال الفم لكننا ما وصلنا إلى المرحلة وهذه لها ملاحظات عليها أنها أحيانا ما تكون فعالة في المنع بقدر ما أنها قد يصير فيها ماسكين أو تخفي المريض بدلاً لا تصير عندها أعراض يصير حامل المرض هذا جانب الجانب الثاني إذا صار شخص مصاب لازم يعني كل محيط يأخذ فيها الاعتبار نتأكد أنه ما ينتقل هذا المرض لأي سبب آخر للعائلة أو المخالطين أو كذا ولا بد من رفع مستوى التوعية بحيث أن يعني الفواكه تنغسل المياه يحافظ عليها نظيفة التبليغ عن الحالات هذه لكن ما أخف يعني حنا مثلا تمر علينا في عيادات الرعاية الصحية الأولية حالات تسهل لكن ليس كل حالة تسهل بالضرورة تكون كليرا هذا اللي أنا بوضحي يعني خلينا شوية يعني الناس لا تتخاف أو ديش في حالة هلع مثل ما قلت تكرمون إذا حاش الشخص تسهل أنه يقول أكيد أنا مصاب بالكليرا لنت تتفاوت لا شك هذا الجانب الجانب التاريخ التاريخ نسميه التاريخ المرضي هل هناك زيارة قريبة هل تناول أغذية جاية من منطقة موبوءة هاي يعني إذا واحد يعني من بره مثلا من اليمن من الجزائر من أماكن أخرى حوالينا وصار عنده مثل هذه الأعراض لا بد هنا يتخل دور كبير يقوم في زملائنا في الصحة الوقائية في المتابعة في العودة نصح التعبير للمصدر سواء يعني التاريخ ما للزيارة شنو الأشياء اللي أخذه وفي نفس الوقت تدير بوالهم على محيط أو المخالطين للمريض هذا للتأكد من تمام الصحة والعافية وطبعا إذا احتاج الأمر إلى يعني إذا دخل في الدورة اللي هي فقدان السوائل التروية هي الحل وعندنا ما يعني ما يكفي حققا للتعامل مثل هذه الحالات وآخر يمكن حالة كانت طبعا نحن مستوطنة حالات الكولارتينة من بره نعم وهذه كانت قبل عدة سنوات لكن أيضا مثل كل سنة نحن نرفع درجة الاستعداد والإجراءات الاحترازية لأنه لا نريد أن ندخل فيه احتمالية ممكن الوقاية منها أفضل من أنه يدخل فيها أو يعاني منها أي شخص نعم هذا دليل أكيد على حرص الوزارة أنه يعني تحافظ على على سلامة المواطنين والمقيمين فكل شكرا لك دكتور أحمد الشطي الناطق الرسمي بزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر